ست اللي هو عايز اسمح حضرتك اللي احنا ما نعرفوش عن الفريق مرتجي تسمح لي الاول اصلح حتة من التقرير لان دي مهمة جدا انا شايفة كنت متابع بالتفاصيل هي دي مهمة جدا لانه الفريق مرتجي ما كانش قاد الجبهة لانه هو تملي الحتة دي اتظلم فيها انه هو قاد الجبهة وانه هو السبب وهو الاخ انما الفريق مرتجي كان المشير عبد حكيم عامر قال له روح مركز القيادة المتقدم في حتة اسمح الحسنة وكل المعلومات اللي احنا بنبعتها من مصر للجيوش سجلها على الخريطة بحيث ان انا كمشير لما يجي اقود المعركة يبقى المعلومات كلها قدامي وتبقى انت الاستشاري بتاعي فدي برضو نقطة مهمة ايدا احب ان انا اشيرها في التقرير لحضرتك كويس لحضرتك قولت ده كلام عسكري ومتداول كويس على تصحيح المعلومات دي كويسة جدا للناس انه هو طول عمره مظلوم انه هو كان قائد الجبهة هو ما كانش قائد الجبهة ولم يكن له اي تصرف في الجبهة لكن كان بتتحط على الخريطة هو اللي كان مسؤول انه يحط هذا الكلام احنا كمان بدليل انه لما حصل انسحاب للقوات المسلحة لما صدر امر الانسحاب هو ما كانش يعرف عنه حاجة وواحد من الشرطة العسكرية دخل عليه في المقر بتاعه وقال له حضرتك مستني قال له مستني قال له ده فيه قرار للسحاب يعني حتى مكانش يعرفه فوقي بي جو ده نقطة مهمة قوي احب ان انا وضحها ويريت في التقرير اللي جاي يبقى يتوضح يعني انا بشكر حضرتك جدا على تصحيح المعلومة خصوصا ده المتداول لناس كلها عرفان اه اه انه هو قائد الجبهة ودي اول حاجة بنستفدها من حضرتكو في الحلقة الكواليس ممكن يكون فيه حاجات بتتقال كتير ومس صحيحة عند الناس فانا بشكر حضرتك عليها انا بس عايز اعرف من حضرتك كمان حاجة اه احنا نتكلم في الفريق مرتاجي اه اه رئيس النادي الاهلي بس عايزين نعرف اكتر الانسان جوا البيت لا الحقيقة الفريق مرتاجي علمنا ان احنا ازاي نحب بعض انا واميرا وخالد وعلمنا ازاي ان احنا نبقى متألفين مع بعض وحتى قبل ما يموت قال لي قال لي يا كامل انا بوصيك ان انتو التلاتة مفيش حاجة تفرق بينكم وده اللي انا بحاول ان انا بعمله طول عمري يعني في لان انا الكبير بتاع بسموني انا الابن البكر انت مال يقول انت الابن البكر فالحقيقة هو علمنا كده وعلمنا ازاي ان احنا نحب بعض ونخاف على بعض ونخلص لبعض ودي كانت حاجة مهمة جدا علاوة طبعا على زي ما اميرا قالت اللي هو اللي هو انه هو كان متشدد يعني كان شديد يعني انا كنت دخلت الجيش كمان دخلت الكلية الفنية وبالتالي كان متشدد معا جدا كان ساعات مثلا لو نزل قبل ما انا انزل يقول لي انت ازاي لحد الوقتي موجود في البيب ازا كان انا بنزل الساعة تمانية وانت تمانية وخمسة ولا تمانية وعشرة تنزل فالحقيقة كان متشدد جدا معنا ولكن باحترام يعني كان مخوينا يعني كنا زي الاخوات كنا بنحكي له كل مشاكلنا بنحكي له كل حاجتنا فده الفريق المرتكب اشتركوا في القناة